رحبا حضراتكو في الفقرة اللي دايماً بنوه عنها وبنتكلم إن هي فقرة بتحمل لنا كل مرة معلومات مختلفة هلتكلم تحديداً النهاردة عن السوليكيات الممكن يعني تصيبنا بيئة الأمراض من غير ما نحسه وبالتالي بتسبب برضو ضعف في المناعة وكل شوية يجي فيروس لنا ويقتحم أكسدنا وبعدين نقوله وإحنا ليه بيجرالنا كده ده ممكن كله يكون راجل إن إحنا عندنا السوليكيات خاطئة للأسف الشديد بتهدد المناعة بتاعتنا وإحنا مش عارفين عشان كده من خلال الفقرة دي هنعرف إزاي ممكن نقوي المناعة بتاعتنا إزاي ممكن يعني حياتنا ليها سلوك معين من خلال السلوك ده إحنا ممكن يبقى عندنا زي ما بتقال كده يعني أورنس أكتر أو جسمنا يكون يعني زي حق تسد لأي فيروس إنه هو ممكن يقتحم أكسدنا خلينا نعرف كل ده وإزاي بيتمه الصحة النفسية برضو أتأثرها إزاي مع دكتور دينا قبل سعود اللي بتنورنا دايماً المستشار التبي لشركة بايو ناتشرل صباح الفل وصباح الحب النهاردة يوم مميز وموضوع مميز صباح وخير عليك يا نهواند وعلى كل مشاهدين القناة الجميلة قناة الأهل من أورنا وده بيتك بقى خلاص ده مكانك بتتلبي بالاسم والناس بتخش تسألنا قد كده استشارات وسألونا دكتور دينا لو دخلت على تويتر حتشوفي النهاردة طوبيك مهم جداً فكرة هنا جهاز المناعة وإزاي زي ما أنا قلت جسم يكون يعني هو اللي بيدافع على طول قبل أي فيروس لما يتمكن مني برضو الشق النفسي اللي أنا تكلمت عنه إزاي إلى حد ما ممكن يضعف جهاز المناعة يعني هو مربوط بكل حاجة أعتقد جهاز المناعة طبعاً جهاز المناعة الجهاز اللي ربنا خلقه عشان يهاجم أي فيروس أو أي بكتيريا هو الجيش بتاعنا لازم جداً نعازز جهازنا المناعي ضد الفيروس اللي احنا منشوفها وضد أي بكتيريا بس فعلاً يا نهوان للأسف في حاجات بتتعامل خاطئة جداً وكلنا بنعملها بلا استثناء بتتعف جهازنا المناعي زي لو قلت لي الصحة النفسية السترس والضغوط العصبية ده بيهد جهازنا المناعي لأنه بيرفع لي نسبة الكورتيزول اللي بتطلع من الغضة الهرمون اللي بيطلع من الغضة كذرية ده بيهد جهاز المناعة سأقولك على حاجة هنا يا دكتور مارتو معك فيه ناس للأسف هي يعني وجودها ممكن يعصابك بتكلم ده جاد مهما حاولت مثلاً أنك تتجنى بالظروف غصبة عنك أو حاجات نوعينة بتحصل غصبة عنك يعني الواحد برضو مش قادر يتحكم عارفة وقتها تعملي ايه تخلصي أنك تشوفي البني أدم ده وتجري على الجيم العابي رياضة لأن فعلاً الرياضة مهمة قوي لأن الرياضة لو الكورتيزول علي العدو الأول ليه رياضة فمن أهم الحاجات لو أنا متعصبة من حد ألعب رياضة أول ما أشوف أروح ألعب رياضة يجي بفايدة برضا هوي بقى في فايدة منه بالظهر فمهمة قوي أن نحن نعمل كنترول شوي على الضغط العصبي مهم أن نحن ما نفردش في السكريات لأن السكريات بتعليل نسبة السكر في الدم وبتعليل نسبة الالتهابات فلازم ده كمان النضافة الشخصية مهمة جداً يعني مثلاً جينا من برأ نخسل إيدينا خلصنا يعني دخلنا الحمام نخسل إيدينا بعد الأكل نخسل إيدينا كل الحاجات دي لازم نعملها عندك كمان الإفراط المبالغ فيه في الأنتي بايوتكس والمضادات الحيوية ده بيهد جهازي في ناس كده لو كحوا كحة على طول يروح للأدوية المبالغ فيها اللي بتأثر برضو باي تايم زي ما بتقيل على جهاز المناعي كيف سيئة صح صح عندك قلة النوم عدم الراحة مهمة قوي نحن ننم بالليل عشان نبقى ريلاكس وجهازنا المناعي يبتدي ينتج لي كرات الدم ننام بدري يعني ننام بدري ونام ساعات كافية مهم جداً نحن نقلل التدخين لو في فئة بالدخة نقلل التدخين بقدر الإمكان ونشرب ميا كويس وناكل في فيتامينز وفي حديد عشان الأكل الصحي هو اللي بيعزز لي جهاز المناعي فنعمل كل ده هنقدر جهاز المناعي يشتغل ويحارب الفيروس والبكتريا كويس جداً عملنا الحديث